دعا عضو مجلس النواب العراقي عبد الكريم عبطان رئيس الحكومة بالإيفاء بتنفيذ بنود البرنامج الحكومي بما يخص ملف النازحين من جرف الصخر والعفو العام وإجراءات المسائلة والعدالة وطالب عبطان خلال مؤتمر صحفي رئيس الحكومة بإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ ما متفقون عليه في البرنامج الحكومي والذي حدد له رئيس الحكومة سقفا زمنيا مدته ستة أشهر تضمن المنهاج الحكومي لحكومة السيد محمد الشاع السوداني فقرات إيجابية جدا وستساهم في حال تنفيذها بحل مشاكل كثيرة ومعقدة عجزت الحكومات السابقة عن تلبيتها وفي مقدمتها عودة نازحي جرف الصخر وقانون العفو العام وتقنين قانون المسائلة والعدالة وملف المختفين قسرا وتعويض المتضررين نتيجة العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الإرهابي التي تم تحديد سقف زمني لتلك الملفات المهمة أقصاها ستة أشهر نحن نثق بالسيد السوداني بما يمتلكه من أخلاق الفرسان وإرادة وطنية ونذكره بالوعود التي قطعها على نفسه ببرنامجه الحكومي ونلتمس منه البدء بإجراءات التنفيذ على أرض الواقع لبعث رسالة إطمئنان للجميع الأخ السوداني لديه فرصة تاريخية لتصحيح الأوضاء ومعالجة الإخفاقات السابقة للحكومات التي مضت وإعادة ثقة الشعب بالدولة التي ترسم ملامح المستقبل المشرق من خلال العمل الوطني وتنفيذ المنهاج الحكومي وشكرا